هو معقول إلهام شهين تقول لي فيفا عبدو اللي بتعملي ده مش عليا أما لو ما كنتش لسه بتمثلي من قريب كنت عملتي فينا إيه الحكاية بتبدأ لما فيفا عبدو كانت لسه بتبدأ تمثيل وأول فيلم شاركت فيه مع الفنانة إلهام شهين كانت إلهام شهين بطلة الفيلم ساعتها إلهام شهين اتفقت مع المخرج أشرف فهمي أنه يكتب في العقد أن اسمها يتكتب في التتر والأفيش بتاع الفيلم قبل أي حال المخرج أشرف فهمي قالها تمام وعادها بكده وبعدها سفرت إلهام شهين مهرجان كان وهي متطمنة أن كل حاجة هتبقى زي ما هي عايزة بس اللي ما تعرفوش أنه أشرف فهمي باع الفيلم للمنتج إبراهيم شوئي بعد لما سفرت على طول وما قالهوش على الاتفاق ولا العقد اللي بينه وبين إلهام شهين وقتها إبراهيم شوئي صرف كل فلوسه لما اشترى الفيلم ده وما بقاش معاه حتى يعمل دعاية وإعلانات بتاعة الفيلم فساعتها عرضت علي فيفا عبدو أن هي اللي هتعمل الدعاية والأفيشات بتاعة الفيلم على حسابها بس بشارت اسمها هيكون الأول على الأفيش والدعاية بتاعة الفيلم بس ساعتها وافق إبراهيم شوئي أن اسم فيفا عبدو يتكتب الأول على الأفيش بتاعة الفيلم وينزل الفيلم وأعلاناته على كل سينمات مصر عن اسم فيفا عبدو بالبمط العريض على أفيش الفيلم بس طبعا حبايب إلهام شهين كتير قوي أول لما شافوا اسم فيفا عبدو اتصلوا بها ساعتها ثابت إلهام المهرجان ونزلت مصر وأخذت بعضها وطلعت على أشرف فهمي وقالت له إزاي اسم فيفا عبدو يبقى قبل اسمه وأن هي بطلة الفيلم واللي بيحصل ده مهزلة لكن أشرف فهمي ما بقاش عارف يرد على اللي بتقوله إلهام لكن في الآخر قال لها إن باع الفيلم لإبراهيم شوقي وإنه ما يعرفش إيه اللي حصل وقال لها روحي يتكلم معاه سعيتها وراحت إلهام شهين وأخذت العقد اللي بيثبت إن اسمها هو اللي المفروض يتكتب الأول وراحت لإبراهيم شوقي وإبراهيم شوقي اعتذر لها على اللي حصل وقال لها هو هيتصرف وفعلا بعت ناس لمة الأفيشات اللي في الشوارع وعدلوها وكتبوا اسم إلهام شهين الأول لكن بقى فيفي عبدو لما عرفت راحت بعتت ناس غيرت الأفيشات بإسمها وطلعت على الإسم عملت محضر لإلهام شهين وقالت إنها بتبوز الإعلانات اللي هي عملها على حسابها وساعتها استدعوا إلهام شهين ساعتها إلهام شهين كلمت الفنان حمد غيس نقيب الممثلين وقتها وحكيت له على كل اللي حصل وقال لها إنه هو هيتصرف سعر حمدي مين من المحامين اللي عمل المحضر وكلمه وتخانق معه خناقة كبيرة جدا وقال له لو ما تنزلتش عن المحضر ده هوصل الموضوع لوزير الداخلية وفعلا وصل الموضوع لوزير الداخلية اللي كان وقتها حسن الألفي وساعتها جاب الزابط اللي كتب المحضر ونقله من مكانه بسبب إنه عمل محضر في الجهة المختصة به وطلب وزير الداخلية من حمد غيس إنه يحقق مع فيفا عبدو وساعتها استدعى فيفا عبدو وفيفا عبدو قالت في التحقيق إن دي غلطة المحامي بتاعها وإنها ما عملتش أي حاجة ولا تعرف حاجة فردت إلهام شهين قالت لها أنت مش من حقك إن أنت تعملي أفيشات على حسابك لكن فيفا عبدو ما ردتش وخلت محمينها هي اللي ترد وعقبل ما الموضوع تحل بينهم كان الفيلم نزل في السينمات وحقق كمان إيضا والموضوع تقفل على كده وده الكلام اللي قالته إلهام شهين للفنانة صفاء أبو الصعود في برنامج صاعد صفاء والغريب بقى في الموضوع إن بعد 25 سنة من عرض البرنامج طلعت إلهام شهين في برنامج تاني وقالت عكس الكلام ده خالص قالت إن هي اللي عملت المحضر فيفا عبدو بالعقد اللي معاها وهي اللي كمان اللي جابت ناس وخلتهم يشيلوا الأفشات بس الأغرب إن فيفا عبدو ما تكلمتش في الموضوع ده نهائي في أي لقاء لحد وقتنا هذا لحد هنا أكون خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أسبكم في رعاية الله وأمن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته